في الدراس ده ان شاء الله هنأخذ حاجة اسمها جوابا سويتش ستيتمنت الجوابا سويتش ستيتمنت دي هي زي الاف ستيتمنت يعني بتعمل نفس عمل الاف ستيتمنت اللي هو بيكون عندي كذا شرط ولحسب الشرط اللي عندي ده بنفذ امره معين بس الفرق بينها وبين الاف ستيتمنت انها بتكتب بطريقة تانية ايه طريقة ايه مميزة لها تعالوا نبص ايه على مثال دمام دلوقتي انا هعمل مثال بسيط خارس هخليه دخلي رقم من اليوزر وعلى حسب الرقم ده هطبع انت في يوم ايه من ايام الاسبوع يعني مثلا لو دخلي واحد اقول له ايه لو اتنين اقول له من دي تلاتة تيوز دي وهكذا يعني هو ادنى رقم من ايه اقول له انت ايه الرقم ده بيعبر عن ايه يوم الاسبوع تمام فدي احتاج ايه طبعا احتمالات كتيرة فتبقى اسهل لو عملتها ايه بالسويتش ستيتمنت على عكس الاف ستيتمنت هو الاثنين هيدي نفس الناتجة بس السويتش هتبقى ايه اسهل في الحتة دي تعالى ايه بنعمل السويتش ستيتمنت اول حاجة هتكلمة سويتش سويتش وافتح ايه كوسين جول كوسين دول هكتب الاسبريشن او هكتب ايه الحاجة اللي انا اعمل اللي انا ايه اللي انا هشتغل عليها او هاعرف ايه اقارن بالقيم بتاعتها يعني مثلا انا معرف هنا بايت اسمه نمبر طبعا بايت ده ايه بيعمر على عال صحيح بس ايه صغير اسمه نمبر لو قلت سويتش نمبر يعني ايه انا هقارن بالقيم بتاعت النمبر دي يعني اذا كانت القيمة تاعت النمبر واحد هنفس حاجة معينة لو كنت القيمة تاعت النمبر اثنين او ثلاث او هكذا على حسب القيمة هنفس حاجة معينة يبقى ايه هشتغل عليها اسم نمبر تمام بعد انا هقول له ايه كيس كلمة كيس طبعا ده كيس 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 يبقى كيس ايه معنى الجملة دي ايه معنى كيس كيس وان كيس وان معناه في حالة النمبر بساوي واحد يبقى كيس وان معناه ان في حالة ان النمبر بساوي واحد طب في حالة النمبر بساوي واحد يعمل ايه هنفس بقى ايه حاجة معينة ستر دي تمام وبعدين اقول له حاجة مهمة جدا هقول له بريك طب يعني بريك بريك دي معناه اني اول لو الشرط تتحقق اطلع برا السويتش يعني ما تنفيذش الشروط الباقية معناه انه لو الشرط تتحقق اطلع برا السويتش يعني بريك العملية دي او اقف العملية او اكسر العملية دي ويطلع برد السويتش ما تنفذ اي حاجة ثانية ايه في جوه السويتش تمام كيس 1 ايه كذا تعال ايه النقابي دي لان ايه تبقى متشابها بس يقل في الكيسيز يبقى الكيس 1 وايه كيس 2 يبقى في حالة ان النمبر بساوي اثنين يبقى سطر دي صن دي وهكذا في عندي ايه كذا شرط كيس 3 ايه من دي كيس 4 تيوز دي كيس 5 من دي كيس 6 سارس دي تانا قدقى شوية كيس 7 ايه 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 فرايدي تمام ايه 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 فرايدي في غلطة هنا هشل دي تمام دلوقتي ايه في حاجة عندي اسمها ديفولت ديفولت ايه معنى ديفولت 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 معناها اني نفذ نفذ امر معين لو كل الكيسيز دي كلها متحققتش يعني لو انا مدخلتش واحد او اثنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة ايه العمل هايه هنفذ الحاجة اللي جوة ديفولت يبقى ديفولت اقوله ايه اشير الكيس دي طبعا خرص كده اقوله ايه اقول له انفالد نمبر انفالد نمبر بليز انتر اعمل ايه هنفز الله فالدفولت ده تمام رنم ولي انتر انامبر يخلي واحد يقول ايه الصدر دي طب نريران انتر انامبر اتنين صندي انتر انامبر خمسة ونس دي سبعة فراي دي طبعا كده فراي دي غلط رحكت فراي دي صح سبعة فراي دي سبعة فراي دي طبعا ايه رقم غير واحد وسبعة وليكن هنقول له اه تمامتاشر قال لي ايه ان ترى انامبر ايه فروم وان تو سيبن تمام ده وابساطة اه الاعزامبل بتاعنا ويعني ايه سويتش والكيس بتاعتها يعني ايه الديفولت ربكم فهمتوا درس ده ودرس التطول شوية بس عشان ايه المسال كبير بس ان شاء الله ربكم فهمتوا واشوفكم ان شاء الله درس الجاي